عبقى نقف شوي عند أبو صلاح لأن أبو صلاح فيه يخصه كده وجهتين نظر متنقضتين فيه البعض بيشوف أن محمد صلاح ما بيقديش كما ينبغي وكما هو متوقع وكما هو مأمول مع المنتخب يعني ما بيعملش توم اللي احنا بنشوفه بيعمله مع ليفر بول دي وجهة نظر وجهة النظر المعاكسة بتقولك ما هو هيعمل ازاي ما هو في ليفر بول اللعيبة كلهم بالتعبير البلدي الدارك بيخدموا عليه فبالتالي بيسهلوا مهمته لكن هو مش قادر يحصل على السيربس دي من خلال موجوده مع المنتخب فبالتالي الفعالية بتاعته مرتبقاش قد كده أخدم في الاعتبار أن مجرد وجود محمد صلاح في أي مباراة كده كده واخد تحت باطه اتنين تلاتة العيبة من الفريق المنافس بيحلقوا عليه فدي في حد زيتها يعني في حد زيتها أكيد ميزة وحاجة تهمنة انت شايف محمد صلاح مع المنتخب عمل ازاي باتفق معاك طبعا على فكرة اللغة اللي دائر الناس كلها نفسى لما تشوف صلاح في منتخب مصر الراجل بيجيب كل ماتش جون لكي ناس بتقول لك تعبيد ده بيخاف على رجله لا يعني ما تقلش فيه كلام ده دلوقت حتى يعني اللعيب اللي هيخاف على رجله هم ما يجيش وهو سهل جدا ان محمد صلاح او غيره دول انا بعتذر عن ضمام للمنتخب وبطبيعة الحال محمد صلاح نفسه يهمه انه يعمل شغل نار مع المنتخب اللي ده حينعكس بالإجابة على لان هذا ما ينقذ صلاح يعني ما ينقذ صلاح هو اللعب الهدف التاريخي المنتخب مصر اللعب الأكثر مشاركة وحاليا كمان الكابتن فهو مهم جدا يظهر بشكل جيد لان دي هتساعده في تدي له بوينتس على مدار السنة لما يجي نافس على الجواز الفيرتاج زي زابست هون نهاردة ما بين ثلاث أفضل لعيبة على مستوى العالم في استفتاء الفيفا شوف كام دولة بتصوت اختاروا ان صلاح يبقى من زي ميسي وليفاندوفيسكي بينافس ميسي وليفاندوفيسكي في بالوندور زعلنا لما خد المركز السابع فحتة بتاعت المنتخب لأ انا شايف ان زي ما انت قلت كده الفرق في طريقة اللعب في ليفر بول في ناس كتير زي ما انت قلت كده بيخدموا على صلاح او مش بيخدموا على صح هم بيسهلوا مؤموريسكي بيسهلوا يعني من الصلاح لوحده في ساديو مانيه في جوتا في أرنولد في ناس في نص الملعب نبي يعني في اكتر من اللعيب العين بتاخدهم وبيتحركوا لكن في منتخب مصر الفكرة انه صلاح هو اللي مطلوب منه اللي يحرك المجموعة هو اللي ياخد البساط عشان خطر بالزابط اللعيبة المدفعين يركزوا مع صلاح فنهاردة مرموش يقدر ينطلق مستفى محمد يقدر ينطلق لو حد انني فهنا دي دفحت ذاته مكسب الطريق بقى استخدامه هي المدرب يعني النهاردة المدرب يعني من المفترض اعتقد ان طريقة كيروش هو هيحاول دايما ازاي يستفيد طبعا بوجود صلاح لأقصى درجة ممكنة صلاح ممكن يصنع اهداف صلاح ممكن يبقى هو السبب بقتحت الفرصة لزملاء ان هم يسجلوا في النهاية الاستفادة تابع المنتخب لكن من الظلم ان احنا نقول ان صلاح بيجي المنتخب عشان خاطر يعني خايف على رجله او جاي بس كده للشولة يعني اكيد لعب حجم صلاح يهمه ان هو يظهر بشكل قوي معه اشتركوا في القناة